السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد اليوم سنتكلم عن ورد صورة الفاتحة صورة الفاتحة من الصور العظيمة لديها عديد من الأوراد عديد من الطرق لقراءتها وقضاء الحوائش أي شيء أن أردته يعني شفاء أو رزق أو أي شيء أردت أن يقضى إليك أو تغلبا عن عدو أو تفريج هم أي شيء ما عليك إلا أن تقرأ صورة الفاتحة بوردها لديها عديد من الطرق ومن الطريقة التي سأقول اليوم طريقة مجربة من عند المشايخ وهي ما بين صلاة الصبح وصلاة الفجر ما بين صلاة الفجر وصلاة الصبح صليت الفجر فتبدأ بقراءة صورة الفاتحة وردها هو 41 مرة لمدة 40 يوما تقرأ صورة الفاتحة لمدة 40 يوما وستقضى لك حوائجك كلها عديد من الحوائج يقول ولو أنك تكون عاقيم يعني لسى عندك أبناء سيرزقك الله أبناء يعني إذا قرأت صورة الفاتحة 41 مرة لمدة 40 يوم سترى نتائج وسترى الشياء قضية إليك بإذن الله يعني كما قلت ما بين صورة الصبح صلاة الفجر وصلاة الصبح على كل شيء أتمنىكم الخير وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر